اشتركوا في القناة كان هناك شارع واحد يبدأ من دروازة المربع الجنوبية إلى قبل بوابة ثماري عند مدينة الإمام فيصل وكان ذلك الشارع مرصوفاً بالحجر ويمكن بعضكم لا يذكروا الآن كان فيه شارع واحد يبدأ من دروازة المربع الجنوبية إلى قبل بوابة ثماري وأكد الملك سلمان أن الشارع لم يكن من الإسفلت بل حجر كان حجر مرصوفاً والخطو كان ضيقاً سيارتين ومتعرج حتى يجي الآن مع شارع الملك فيصل ويوصل قبل ثماري ويوقف وهذا الشارع هو الوحيد جنوب الرياض ما يسمى الآن حرة الرياض الأحرار حتى أن شوارع المدينة في تلك الحقبة لم تكن من الإسفلت بالطبع وهو ما يؤكده الملك في مقطع آخر الرياضة فكانت عصن منطقة منذ الأوقات وأضف خادم الحرمين الشريفين أنه لم يكن يوجد مكان يباع فيه طعام على الإطلاق إلا في حرة الأحرار بقوله أذكروا نحن كنا صغار نشتري منه الأكلات الخفيفة والسبب في وجود أماكن بيع الأطعمة هناك فقط هو قدوم سيارات النقليات اللواري كما أسماها التي تجيء من المنطقة الغربية أي من مكة ومن جدة محملة بالبضائع منوها إلى أنه لم يكن هناك لا مقهى ولا مطعم ولا مخبز إنما دكاكين تسوي مطبق ومشبك وسنبوسة اليوم شهدت عاصمة السعودية الرياض نهضة عمرانية كبيرة وباتت تعج بالسيارات والمطاعم وكل أماكن التعليم والعمل والترفيه على حد سواء وهو ما أثنى عليه المغاردون الذين أعجبوا بفذي الملك عقود من العمل للملك سلمان ورجاله نالت خلالها الرياض نصيبها من التنمية نادر عبدالقدوس كتب مثلا بصراحة يتحدث كأنه مهندس يشرع عن الشارع أو مؤرخ اجتماعي يجعلك تستمتعله رغما عنه بارك الله فيك أيها الملك فيما كتب حساب آخر هذا يفسر تماما النهضة اللي نعيشها الآن في عهده لأنه إنسان نهضوي تربوي تطويري وهمته فوق الله يحفظه ويخليه لنا اشتركوا في القناة